موسيقى بعد لقاء الخبراء يوم أمس التأم اجتماع الوزراء الاستثنائي للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز للخروج بمقترحات وحلول للتحديات التي تواجه صناعة الغاز كان من الضروري إجراء حوار مستمر وجاد بين منتجي ومستهلكي لبناء رؤية استشرافية مشتركة تقر بالدور المتنامي للغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي باعتباره مصدرا مستداما وتنفسيا يضمن الأمن الطاقوي شريطة تثمينا أفضل وعادلا للجميع الجزائر التي تعد عضوا مؤسسا لمنتدى الدول المصدرة للغاز وطرفا فاعلا في السوق الدولية وفرت كل الإمكانيات لإنجاح الحدث وتسعى إلى تقريب الرؤى وبلورة أفكار بناء وإنه لمن دواعي الاعتزاز والافتخار أن تستضيف الجزائر هذا الحدث الهام تحت القيادة الرشيدة لفقامة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون والجزائر لن تتدخر أي جهد لإنجاح أعمال وفعاليات هذه القمة الهمة وفي هذا الإطار وبناء على توجيهات سيد رئيس الجمهورية عملت الحكومة الجزائرية بكل عزم وتفان بغية إنجاح هذه القمة وتمكين قادة الدول الأعضاء المنتدى من مناقشة أهم القضايا المرتبطة بالتعاون في مجال تطوير ودعم دور الغاز الطبيعي في التحقيق الرفاهية لبلداننا والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي العالمي مستقبل صناعة الغاز الطبيعي ودوره في الانتقال الطاقوي النظيف في صلب نقاشات قمة الجزائر ومن بين أهم النقاط التي سترافع لأجلها الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي بالإضافة إلى التغيرات الجيوسياسية التي تنعكس على السوق من المتوقع أن يلعب الغاز الطبيعي الذي يعتبر طاقة المستقبل دورا أساسيا في تحقيق الانتقال الطاقوي سلس وعادل على مدى البعيد نتشين معهد بحوط الغاز المنتدى بالأمس في الدولة العضو الشقيق الجزائر هو تأكيد على الدول الهام للتكنولوجيا في جعل الغاز الطبيعي أكثر نظافة واستدامة وكعامل محفز للتحول العادل للطاقة وهو التحول الذي يدعم الشمولية ويضمن عدم تخلف أحد عن الركب اجتماع الوزراء الاستثنائي ستعقبه غدا قمة رؤساء دول وحكومات دول المنتدى التي ستخرج باقتراحات فعالة وإيجابية تعود بالنفع على الدول المصدرة والمستهلكة وسوق الغاز بشكل عام ترجمة نانسي قنقر